أعلن الهلال الأحمر المصري عن إطلاق قافلة إغاثة ثانية إلى ضحايا زلزال سوريا تشمل القافلة والمواد الأولية مثل البطاطين والمراتب والخيام والمتلزمات الطبية وشنط الإسعافات الأولية في مؤتمر صحفي أعلن الهلال الأحمر المصري عن إطلاق قافلة الإغاثة الثانية إلى ضحايا زلزال سوريا المدمر والتي تشمل المواد الأولية مثل البطاطين والمراتب والخيام والمستلزمات الطبية وشنة الإسعافات الأولية إلى جانب إرسال مئة طن من المساعدة الإغاثية أطلق الهلال الأحمر المصري حملة لاستقبال التبرعات العينية أو المادية لدعم سوريا إلى جانب التواصل مع الهلال الأحمر السوري لتحديد الاحتياجات وتقييم الوضع على مدار الساعة أو مدار الساعات السابقة جمعية الإرسال الأحمر المصري بتعمل من خلال الفروع 27 فرع من خلال المتطوعين على تجهيز وتعبئة المواد اللازمة الإغاثية التي طلبها نظيره الإرسال الأحمر السوري الاحتياجات هناك كثيرة كبيرة البلد متأثرة بجموعة من الأزمات وجات أخرها الزلزال في ناس حتى زيد لحظة نقدر نقول أنهم مش في البيوت بتاعتهم الجو برد التغيرات المناخية انتشار أمراض كثيرة بنعمل على تجهيز المواد الإغاثية جهود متضافرة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة أثار الزلزال المدمر الذي أصفر عن خسائر بشرية وضمار واسع في البلاد نستقبل التبرعات طول الوقت عربياتنا وصنقل ناس أفراد بيقولنا بقالي تقريباً بقيت في الهلال بقالي ثلاثة أيام من ساعة ما سمعنا للخبر ونبدأنا نجهز ونشتغل على هذا بس إحنا دلوقتي تقريباً أكتر من 300 متطوع موجودين بشغالين على مدار الساعة بشغالين بنحاول نفضل متواجدين دايماً في الهلال يعني بقالنا فترة من كلمة مشاريع اللي كانت في مصر ومشاريع الخارجية دلوقتي جاءت لنا كارثة كبيرة لكارثة سوريا طبعاً تضامونا من الشعب السوري إلا الله أحمر كان دوره لنهو يدخل من سعب ما فتحنا التبرعات الشعب المصري أو الجالية السورية اللي في مصر التبرعات مش من كترة مش عارفين أنها نلحق عليها بيجلنا تبرعات 24 ساعة يعني 24 ساعة شغالين من السابة للتبرعات ونعمل لها فرز وجرد عشانها منظفرها بعتنا خلاص في حاجات وصلت هناك ولي الله أحمد السوري يستلمها وفي حاجات لسه منجهزة عشان نتبعتهم في المعنى اللي جاي جهود متضافرة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة أثار الزلزال المدمر الذي أصفر عن خسائر بشرية وضمار واسع في البلاد جرمين إبراهيم التلفزيون المصري